الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارض اللهم معنا معهم أجمعين اللهم آمين اللهم تقبل من الصيام والقيام وصالح الأعمال واجعلنا من أهل الإيمان والاحتساب واجعلنا من المخلصين طهر قلوبنا من الرياء والعجب والنفاق واجعلنا من عبادك الصالحين خذ بنا وصينا إليك أخذ الكرام عليك يا أكرم الأكرمين وبعده في سلسلة يوم من حياة مسلم في رمضان في اللقاء الخامس بعد الوضوء توجه للصلاة في المسجد لأداء الصلوات في أول الوقت إن لم تكن قد خرجت له وانتظرت الصلاة ولا تنسى ذكرى الخروج لا تنسى ذكرى الخروج قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله واحتسب انتظر الأجر ثقة في الله سبحانه وتعالى الهداي والوقاية وابتعاد الشيطان عنك قال أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له حسبك هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان سبحان الله هذه غنيمة أبشر بالغنيمة الباردة احتسب هذه الخطوات فإنها عظيمة الأجر ولذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى احتساب الأجر فيها فقال لبني سلم ألا تحتسبون آثاركم إلى المساجد وانت ماشي احتسب هذا الأجر هذه الخطوات لف العجل الطير الدوليب ويابتلف احتسبها أجر عند الله سبحانه وتعالى إنها أجر حجة قال صلى الله عليه وسلم من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة فهي كحجة أخرجه التبراني في الكبير وحسنه الألباني اثنين كل خطوة بحسنة ومحو سيئة قال صلى الله عليه وسلم ذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطوة احتسب عظيم الأجر قال صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم احتسب النور التام يوم القيامة حيث الظلام الدامس فلا شمس ولا قبر وإنما عملك الصالح يضيء لك قال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة احتسب أنك منذ خرجت من بيتك فأنت في صلاة حتى ترجع فاحتسب كل ثانية من هذا الوقت في ميزان حسناتك قال صلى الله عليه وسلم إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة يعني يريد الصلاة كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات والقاعد يرعى الصلاة كالقانطي أي الذي يصلي طوال الليل ويدعو الله ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه احتسب أجر الصدق قال صلى الله عليه وسلم وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة احتسب رقم سبعة أجر الرباط في سبيل الله يقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثا حتى تعرف شأن المرابط على ثغر من ثغور الإسلام استمع إلى كلام النبي العظيم صلى الله عليه وسلم يقول رباط شهر خير من صيام دهر تصمتل عمرك يوم واحد بس مرابط ومن مات مرابطا في سبيل الله آمينة من الفزع الأكبر وغدي عليه برزقه يعني مثل الشهداء شهيد وريح من الجنة ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله هو في قبره يكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة احتسب هذه الخطوات سبب من أسباب السعادة لك ولي وللناس في الدنيا والآخرة وخروجنا من الذنوب كيوم وردتنا أمهاتنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اختصام الملأ الأعلى الكفارات وهي المكث في المساجد بعض الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإزباغ الوضوء في المكاره فقال الله عز وجل صدقت يا محمد ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه احتسب التاسع يعد له نزل نزل في الجن مكان الذي يعد للضيف كل مرة تذهب فيها إلى المسجد قال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح احتسب عشرة وأنت في رعاية أنت في رعاية وضمان الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم ومن خرج إلى المسجد ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله يكفيه ويكفله ويحفظه ويرعاه ويقربه ويحبه ويرفع عنه البلاء ويجتبيه ويصطفيه كل ذلك احتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى عندما تخرج من بيتك تريد الصلاة ثم بعد ذلك احتسب احتسب عند دخولك المسجد لا تنسى ذكر الدخول وهذا ما سنتكلم عنه في المرة القادمة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اشتركوا في القناة